رغم سوء الأحوال الجوية في أوكرانيا تتواصل الهجمات والقصف وأن بوتيرة أخف الرئيس الأوكراني فولودي ميرزيلنسكي لخص الوضع بالإشارة إلى أن أعنف المعارك تدور في دونياتسك لافتا إلى أن المنطقة الشرقية من بلاده تعرضت لقرابة الأربعمائة ضربة في يوم واحد في الأثناء تتمسك روسيا بتحقيق أهداف عمليتها في أوكرانيا وكرر المتحدث باسم الكراملن ديمتري بيسكوف التأكيد بأن تغيير السلطة الأوكرانية الحاكمة ليس أحد أهداف العملية الخاصة متى وكيف ستحقق روسيا أهدافها وإلى متى تستمر المعارك ضيفنا من موسكو الكاتب البحث السياسي يفجيني سيدروف سيد سيدروف أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار روسيا متمسكة بتحقيق أهداف هذه العملية ليس بالموقف الجديد لكن السؤال الأبرز ما الذي أنجز سيد يفجيني حتى الساعة بالنسبة لموسكو التي توقعت أزمة لا تطول تحياتي لك ولساد المشاهدين الذي تمكنت موسكو من تحقيقه هو ربما طبعا تدمير البنية التحتية الأوكرانية كما أقولنا في بداية هذه العملية وكان يبدو أن هذه العملية طبعا سوف تنتهي بسرعة ولكن أولا هناك أمرين مهمين أولا أوكرانيا هي التي انصحبت من المباحثات مع موسكو التي بدأت بعد بضع أسابيع من بدء هذه العملية ثانيا طبعا الامدادات الضخمة من الأسلحة الغربية لعبت دورها فيما يتعلق بزيادة قدرة الجيش الأوكراني على المقاومة فهذا ما غير في بعض الأحيان مسار العمليات العسكرية الآن مع حلول تقريبا مع حلول فترة الشتاء لشك أن العمليات العسكرية ربما ساتة باطة ولن يكون هناك نشاط كبير رغم طبعا تصريحات الصادرة عن الطرفين إلا مع نهاية فترة الشتاء أما خلال فترة القريبة القادمة لا أعتقد أنه سوف تجري هناك أي متغيرات مع العلم أنه خلال الساعات الماضية كان في حديث عن إمكانية توجه الجانب الروسي لخطط تعبئة العامة من جديد أو تعبئة الجزئية أود أم أعرف منك لماذا يعاد ليطرح هذا الملف من جديد الآن هل هناك حاجة برأيكم اليوم لإعادة هذه الخطط خطط التعبئة بالنسبة لموسكو أم أنه المرحلة الآتية كما ذكرتم ستكون مرحلة هادئة ينتظر يمكن التقص الجيد يعني أن نمر بأشهر عديدة أشهر هدوء إذا يمكن وصفها كذلك أنا لا أتوقع بأن هناك موجة جديدة من التعبئة سواء الجزئية أو العامة لأن بعض الخبراء يقولون أن العناصر المتوجدين الآن على الجبهة عددهم كاف لأداء المهام المطروحة أمامهم أضف إلى ذلك أن هناك طبعا ربما رد فعل سلبي من بعض من قبل بعض شرائح من السكان من المواطنين إذا التعبئة الجزئية ونحن نعرف بعض الوقاعة التي تدل على هروب الكثير من الشباب إلى خارج روسيا مع ذلك هناك عدد كبير من جهة أخرى من المتطوعين أولئك الذين ذهبوا إلى الجبهة ويقتلون هناك ليس تلبية لهذا النداء نداء التعبئة الجزئية وإنما وفقا لأرائهم ومؤون أعذرني مرة جديدة على المقاطعة هناك من يعتبر أن خيارات التعبئة مرتبطة لربما في فشل أو نجاح محاولات التقارب ما بين الجانبين والبعض يراهن على أن موسكو تدفع في هذا الاتجاه ربما يعني مثل هذه الفرضية قائمة ولكن من جهة أخرى أعتقد بأن هناك بعض التطورات المهمة التي قد لا يلاحظها الكثيرون أنا أقصد بذلك قصة صواريخ ووقعت على أرض بولندا كان بإمكان الغرب أن يضخم هذه القصة ويعمل على تسعيد الوضع لكنه لم يفعل ذلك لماذا؟ لأنه يبدو أن هناك مشاورات ربما سرية تجري بين روسيا والولايات المتحدة هذا الدليل على ذلك المشاورات الأخيرة التي جرت في تركيا بين رئيسي الاستخبارات في كل من موسكو وماشنطن وهذا دليل برأيي أنا على سعي الطرفين لتجنب أسوأ سيناريوهات ممكنة ومنها طبعا في المقام الأول صدام مباشر بين روسيا والناتو لا تضعون تصريح السيد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكراملين في نفس الإطار سيد يفجيني عندما قال أنه إزاحة السلطة أو تغيير السلطة الأوكرانية الحاكمة ليس من أهداف روسيا نعم بطبيعة الحال هذا التصريح يمكن النظر عليه على أنه إشارة إلى أن روسيا لا تريد أن تتدخل مباشرة في الأمور المتعلقة بسلطة الأوكرانية ربما هناك أمال بأن التطورات في المستقبل ستؤدي إلى تغيير هذه السلطة ولكن ليس بضغوط من قبل روسيا أو بناء على بعض الخطط السياسية الروسية وبطبيعة الحال هناك حسابات ربما تبنى على هذا الأساس ولكن واضح تماما أن روسيا لا تريد أن تسير على تغيير السلطة في كييف باللجوء إلى ربما ما يشبه محاولة الانقلاب أو ما شابه ذلك من الأمور أو الصليب التي عادة ما تستخدم في مثل هذه الحالات واضح تماما أن روسيا ليس لديها الآن مثل هذه الرغبة شكرا سيد إفغيني سيدروف على القراءة الليلة للتطورات من موسكو الكاتب والبحث السياسي شكرا جزيلا لك